اشتركوا في القناة مؤسسات الاجتماعية ودارسنا اليوم بعنوان مؤسسات الدولة نفكر ونستنتج اعتمد مفهوم الدولة قديما على تحقيق الامن والاستقرار الداخل وحماية الحدود ومع التطور الذي نشهده ظهر مفهوم مؤسسات الدولة فما ابرز هذه المؤسسات فيه وطني المملكة العربية السعودية هناك نوعا رئيسيا للمؤسسات هم مؤسسات عامة ومؤسسات خاصة المؤسسات العامة هي المؤسسات الحكومية اللي هي مؤسسات التابعة للدولة المؤسسات الخاصة وهي مؤسسات التابعة للشركات والمؤسسات التجارية مؤسسات الدولة هي الاجتماعية الحكومية المكلفة بمهام خدمة الوطن والمواطن عندي هذه صورة مول تجاري وهذه صورة وزارة الداخلية الصورة الاولى هي مؤسسة خاصة والصورة الثانية هي مؤسسة حكومية مثال على المؤسسات الخاصة سوء تجاري مؤسسة تجارية شركة بنك مصنع مثال على المؤسسات الحكومية وزارة هيئة حكومية برنامج حكومي مستشفى حكومي من مؤسسات الدولة وزارة الداخلية وزارة الشؤون البلدية والقروية وزارة الاسكان وزارة الحج والعمرة وزارة التعليم وزارة الصحة وزارة الدفاع وزارة الثقافة إلى آخرة هذه الوزارات يحدد الطلبة من نشاط واحد يحدد طلبة المؤسسات العامة المؤسسات الخاصة في الجدول الآتي المؤسسة العامة المؤسسات العامة المؤسسة الخاصة المؤسسات العامة وزارة الداخلية والهيئة العامة للغزاء والدواء المؤسسات الخاصة شركة سابق وشركة السيارات ما هي وظائف مؤسسات الدولة تقوم مؤسسات الدولة بوظائف متعددة لخدم المواطنين والاقتصاد والمجتمع عموما من أبرز تلك الوظائف الحماية والأمن تطوير الاقتصاد تنمية المجتمع تنظيم العمل توفير الخدمات العامة تنظيم أنشطة الترفيه والرياضة تشهيد الطرق وصيانتها توفير الإسكان نشاط اتنين يستندج الطلبة اسم المؤسسة الحكومية المناسبة للمهام الآتية الحماية والأمن وزارة الداخلية علاج المرضى وزارة الصحة افتتاح المزاير في وزارة التعليم تجهيز الجيش وزارة الدفاع هل يمكن أن تستمر المدرسة دون نظام لا لأن النظام أساس سير العملية التعليمية طيب بكده يا شباب نكون أنهينا درس اليوم اللي هو بعنوان مؤسسات الدولة وقلنا أن هناك مؤسسة عامة ومؤسسة خاصة العامة خاصة بالحكومة والخاصة خاصة بالشركات والأفراد والمؤسسات وأخذنا أمثلة على مؤسسات الدولة التعليم وزارة التعليم والصحة والدفاع والعدل والاقتصاد والعمل والبيئة وغيرها من المؤسسات أو الهيئات الحكومية التابعة للدولة ألقاكم على خير في الحصة القادمة أتمنى لكم التوفيق والسداد للنجاح وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر